موسيقى طول الوقت بنسمع عن ملامح غير مطمئنة لوضع المرأة في الدستور بعد الثورة ده اللي خلى العديد من المنظمات النسوية تتقدم بطلبات للمعنيين بالأمر لتغيير الأوضاع الرهنة ده اللي خلىهم يلغوا المادة 68 من المسودة اللي كان فيه خلاف كثير كثير عليها وعايزين نفكر برضو سيدة المشاهدين أن المادة 68 كانت بتنص على المساواة بين الرجل والمرأة وتتضمن عبارة بما لا يخل بالشريعة الإسلامية هيكون معنا النهاردة أستاذ نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة وعضو التحالف النسوية ونعرف أكثر عن وضع المرأة في الدستور سواء الخير أستاذ نيفين سواء النهارة على المسايمين أستاذ نيفين في البداية هنتكلم عن المادة 68 اللي تم إلغاها وعايزين نعرف إيه المادة 68 وإيه كان مضر للمرأة في مفهومها عشان كده اتغيرت هو أولا أن المادة 68 كانت أحد إشكالية واحد من مشاكلها أنه كان بيرهد المساواة بين النساء والرجال أو المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية مش بالشريعة الإسلامية في الأقل لأن الموضوع بأحكام الشريعة فيها قدر كبير من التحديد والاختلاف قصة أحكام الشريعة الإسلامية قصة داير عليها يعني موضوع الأحكام الشريعة الإسلامية داير عليه جدل واسع جدا وكبير جدا بين عديد من القوى سياسية أو أطراف المجتمع حوالين تفسير من سيفصل أحكام الشريعة الإسلامية وأي تفسير هتعتمد لنين بتفصل في مدرس فقهية كثير جدا ممكن مش بالضرورة تكون هي المدرسة السائدة في فهم المصري المسلم في قناعاته حوالين الأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي إحنا بنحتكم لقضية خلافية والأفضل لنا أو الأنسب لنا هو التفكير في وضع مظلات جامعة لكل المصريين أو مبادئ جامعة لكل المصريين ودي نفس الفكرة الموجودة في المادة التانية في الدستور اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية يعني عقود طويلة هناك تراث من المحكمة الدستورية لعقود طويلة في تفسير فكرة المبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي قطعية السبوط وقطعية الدلالة لكن حتى في الدستور ده علشان برضو الناس اللي بتتكلم على الشريعة وبالنسبة كبيرة بيستغلهم للناس مش عارفة يعني احنا عندنا 221 المادة 221 قالت يعني وضحت بالنسبة كبيرة إن ما هي فكرة تفسير الأحكام الشريعة اللي برضو عليها جدل كبير اللي هي 221 دي وأعتقد إنها يحلل الضغط كبير بين القوى السياسية والتفاوض على الدستور اللي قدامه طالة أربعة أيام حسب اللجنة التأسيسية اللي لازم يخلصهم مهم إن الحقيقة اللي لازم كمان نشير إليها إن المادة 68 المغفور لها دي كانت موجودة في دستور 71 وعايز أقول لكم إن عمر ما الستات اعتمدت على هذه المادة في مطالب قانونية لها لأنها دايما كانت مادة مشوهة ضد المرأة ده مادة مشوهة وبتعتمد كمان على سلطة تقدرية للقاضي يعني مسألة ما هيش على حسب القاضي شايف إن كنتي تستحقي ما تستحقيش يرجع لها ما يرجع لها بيرجع للقوانين في جميع الأحوال طبعا يعني في قطوة بعض الدستور اللي هي القانون لكن في جميع الأحوال هي مادة مططة وإنت أصلا كان الدستور بتاع 71 ده يعني مش مفاعل بشكل حقيقي وكبير لكن أنا هصيغ إليكم بس أو أقود يعني هأعرض إليكم مسأل وحيد بس إن إحنا مثلا في المنظمات النسائية كان قبل الثورة فيه أزمة مع مجلس الدولة في أنه رفض تعيين البنات المؤهلات لمنصب الأضاء اللي هو نائب المساعد وساعتها المنظمات أخدت بقى موقف والحركة النسائية بشكل عامل مصرية اللي ناس كتير بيقولك ما فيش حركة نسائية مصرية حقيقة الحركة النسائية موجودة وموجودة بقوة وقبل الثورة وبعد الثورة وحدة بنجني سمار نضال النساء المصريات مش نضال بس المدافعات عن حول النساء في حينها سنة 2010 دعينا الوقف احتجاجية على سلالة مجلس الدولة وطلبنا أن طالما البنات طبقت عليهم شروط الكفاءة فهم من حقهم الحق نوم يهيين وساعتها طلعت لنا حتى من الجماعة القضائية ناس رفضت ليه أنت تتعيني والحقيقة كان السبب الرئيس هو تعيين أبناء المستشارين يعني حتى فيه الولد العادي الغالبان الخريجي حقوق اللي تنطبق عليه المصاوات برضو ما يتعينش فالحقيقة ساعتها التجأنا إلى الدستورية في طلب المشهورة وأذكر جيدا الدستورية أقرة حق البنات الفتيات الكافؤات أو تنطبق عليهم ومصفت فيه التعين حينها انطلاقا من المادة 40 اللي هي مادة المساوات المطلقة لكل المصريين وهي نفس المادة اللي موجودة في مقاومات الدولة يعني تقريبا اللي طلعت فيه الدستور الجديد فأنا عايز أقولكم أن المادة دي عمر مصريات كانوا بيستندوا عليها اللي هي المادة الخاصة بالمساوات لكن هل هذا يعني أننا هذا المكسب هو مكسب على الإطلاق هو نتيجة نضال لأننا حقيقة بنقاوم مادة كانت معانا من 71 يعني إلغاء المادة 68 ده نيطال للحركة النسائية والستات المصريات اللي عانوا واتلغت دلوقتي واتلغت دلوقتي لمادة إرساها من 71 خلاص أنا عايز أقول أن ده مكسب كبير جدا للستات اللي قالت لأ أنا زي زي أي مواطن آخر هاحتكم إلى دولة القانون طيب وهل المشكلة دلوقتي اتحلت بإلغاء المادة 68 طبعا انتهاكات حقيقية العديد من الحقوق والحريات لكل المواطنين والمواطنات والتي هتتقد فيها الستات باعتبرهم الحلقة الأقرب للتمييز أو الأسهل الحلقة الأضعف أنك تنتهكها هي فئات عديدة منها النساء فبالتالي هم معرضات طبعا للانتهاكات لكن اللي أنا أصد أقولك أن حتى الاتغاء اللغي المادة ده بنلغيها لأنها مادة فيها عوار من وجهة نظرنا وإحنا قدرنا بتكتل معقوة مدنية أن ننجح في أن نلغيها لكن لازال هذا لا يعني أن دستورنا عنده مشكلة في أن يقر المساواة بين المرأة والرجل يعني أنت مع جماعة حاكمة دلوقتي عندها إشكالية حقيقية مع قيم المساواة يعني لسه فيه تخالف الدستور جديد برضو دستور في المغرب دستور في المغرب لا يمكن أن تتجهل المساواة بين المرأة والرجل تونس اللي هي طلع من ثقافة يعني شديدة يعني طلع من ثورة ومن قبلها كانوا بحققين مكاسب أضعف أضعف اللي حققتها المرأة المصرية لا يمكن أن تتجهل أن يكون في مادة مطلقة لمساواة بين المرأة دستورنا لحتى الجديد عنده تجاهل لكنه أفضل بكثير من أنه هو يدون مادة مبسوص فيها أنا أصلا حاسة بالإيهانة وإحنا لسه بنتكلم دلوقتي على حقول المرأة يعني أنا مش مستدقين إحنا لسه بنتكلم على حقول المرأة طبعا لا أنا عايزة كمان ألفة نظر المشاهدين والمشاهدات لحاجة مهمة جدا أن المادة دي ما كانتش أشكاليتها بس أن أحكام الشريعة الإسلامية أنت لا تعرفيش مين اللي هيفصلها لك وفي الآخر تلاقي دي نفسك أنك عندك مشكلة في حق الولاية وربما في التعليم وانتي هدورك البيت وإلى آخره لا كمان فيه امتداد كان للمادة دي كان بينامت دور النساء يعني هو كان شايف ان الامتداد المادة دي كان شايف أن الأسرة دي دور للمرأة هي واجب المرأة معين الحقيقة الأمر ده ليس صحيح الأسرة هي مسؤولية الطرفين المرأة والرجل ولو الرجل حصل له أي حادث الستات هي اللي بتشيل بالضبط وموضوع 37% نسبة الأسر المعيلات نسبة الأسر التي تعليها نساء هي المرأة دي مش علشان الستات المسؤولة عن الأسرة دي ممكن تكون بتعرس بالجلب شنبات جوه الأسرة أيوه يعني أنا عايزة بتجوز إخوتها بتجوز بالضبط تتحمل مسؤول ومتقسوش ده بتجوز ولادها يعني بتقسوش ده على نساء في الحضر أو في العاصمة في المدن الكبرى بسوها على القرى والمحافظات الوجه قبلي وبحري ده في المحافظات دي الرجل بيخلف بنات عشان هم يشتغلوا يصرفوا عليهم بالضبط جزء طبعا منه نفس الفكرة بتاعت يعني العيال عزوة وقايدة عاملة ايبا بالطبط وممكن يكون عنده إشكالية لازال فيه إشكالية برضو بأن الولد لازم يجي فسط حزمة بنات كبيرة واللي بتدفع تماما تعدد مرات الإنجاب دي النساء لا وأعرف بنات في القرى دي بتجوز إخواتها الولاد طبعا من شغلها طبعا طبعا فأنا عايز أقول إن حتى امتداد المادة اللي هما كانوا فاكرين وهو برضو امتداد من 71 إن الأسرة هو دوق يعني دور المرأة هو حماية الأسرة والقيام هذا غير صحيح إحنا دلوقتي في حالة من حالات المشاركة والمفروض اللي حتى فكرة وده الغريب بقى إن دستور الثورة ما عندهوش رؤية مغيرة لوضع النساء اللي نزلت معاك الميادين اللي اعترضت معاك اللي شايف إن كان فيه مشكلة بتمر بكل المجتمع المصري ومنها المرأة يعني الدستور اللي قائم عليه هذه الأغلبية المحافظة هو دستور اللي يرى جديد في دور الستان والحقيقة اللي أنا عايز أقولها وأكد عليها إن ما تحققه الحركة النسائية للنساء المصريات من مكاسف هذه الفترة الحرجة من تشهدها البلاد هو نتيج للقوى المدنية اللي بتناضل بشكل حقيقي من أجل دولة القانون ونتيج لحركة النسائية موجودة لأن حتى فريق الرئاسة كان مرة طلع لنا كده ببعض التصريعات فيش حركة نسائية في البلد لا أنا بفكرها في حركة نسائية موجودة في البلد وحركة قوية ومش مظاهرها بس للغاء المادة دي دي موجودة من زمان موجودة في مسيرة الثمانية مارس من هذا العام اللي تحركت من النقابة وحتى مجلس الشعب والدول مقابلة كانت ساعتها مع المهندس أشرف سابت وكيل المجلس كان ساعتها قوى مدنية اللي حضرت وقوى مدنية لنظمة المسيرة كان في مسيرة طلعت لست البنات كان مصبتتها قوى ثورية وقوى حركة نسائية وقوى وأحزاب مدنية واللي كان بشتغل على المادة 68 هي قوى مدنية وقوى فنعايز أقول للمشاهدين والمشاهدات أن أنتم معاكم قوى محتاجة أدعمكم فتكتفوا معانا لأننا عندنا طيار الأصل فيه أن يعادل حقوق الحريات هنيجي بقى للمواد اللي المفروض أن هي تبقى موجودة في الدستور المصري تكفل حماية حقوق المرأة طيب أولا أنا عايز أقول لكم حاجة أن فيه عدد من المواد في باب بتاع الدولة والمجتمع ده من الأساس اللي بيدهولك باليمين ممكن ياخده بالشمال بمنتهى السهولة يعني المادة اللي هي متعادل للمادة 9 أو 10 حماية الدولة والمجتمع للأخلاق حماية الدولة والمجتمع لتقاليد الأصيرة المصرية ده كلام الحقيقة مردود عليه أولا من هو المجتمع يعني ما المقصود بالمجتمع الذي يحمي الأخلاق أنا أعرف أن فيه مؤسسات واضحة في الدولة ممكن نحتمل تدخلها لحماية الحقوق بشكل عام يعني مثلا لازم يكون في داخلية لازم يكون في شرطة خلاص لازم يكون في قوات دفاع يعني أنا أعرف أن فيه مؤسسات واضحة الدولة دي مؤسسات خلاص فأفهم أن ممكن الدولة تتدخل في لحظات ما وبالشروط على فكرة مش على الإطلاق إيه بقى المجتمع اللي بيتدخل لحماية الأخلاق هل مثلا ممكن تكتسبي أن حالة السويس اللي كانت نتيجتها طالب السويس اللي مات فيها دي علشان مثلا ماشي مع خطبته أو ماشي مع زملته أو ماشي مع وتفر هل الأمر بالمعروف أنها على المقر ممكن يعتبر المجتمع بيتدخل لحماية الأخلاق وهل هيقبل المصريين أن المجتمع يتدخل بالشكل لحماية الأخلاق يبقى كل فرد هيتعمل مع المواقف حسب ساقطه يبقى أنه أقصل يبقى دستور ومواد بتقصل لفكرة من الانفكرة إن فيها انفلات الحقيقة وفيها تدخلات وتعديات على الحقوق المواطنين من مواطنين لمواطنين يعني ده بيشجع على فكرة اعتراض الحقوق والحريات حاجة تانية اللي عايزة أرفت النظر لها أن ما هي المبادئ أو التقاليد الأصيلة اللي أنت متوقع أنك أنت هتحميها الطار ممكن يكون تقاليد أصيل هل من المتوقع أن الدولة تعزز أو تحمي قيم الطار دي يعني أختاني الإناس ممكن خطب بناتنا عشان دي سلو العيلة عادات وتقاليد هل العادات وتقاليد دي الختان من شأنها أن الدولة والمجتمع يحمي هذه العادات وتقاليد هل العادات وتقاليد اللي بتقولك أن الأيدي الإنجاب التقرار أو تعدد مرات الإنجاب هي أيدي عاملة وشغليهم وعملت الأطفال ما ده جزء من عادات وتقاليد أنه يعني لما يطلعوا يشتغل ويساعدني هل هتحميها الدولة والمجتمع كمان والمجتمع كمان هيحميها إذن الحقيقة فيه إشكالية ضخمة جدا بيتم تمريرها في هذا الدستور محتاجة يقزة من المواطنين والمواطنات بشكل عام إن فيه محاولة كده لمحاولة التسطر على أوضاع مخيبة في المجتمع هي محتاجة الناس محتاجة للانتفاضة وطفرة فيها والحقيقة اللي بيحاطوا الدستير دلوقتي ما عندهمش مشكلة على استمرار الأوضاع بل بالعكس اضمحلالها أكتر وأكتر فإحنا محتاجين أقولك أن المواد دي هتستلب من قدرة من الحق والحريات لكل المواطنين بما فيهم النساء حاجة التانية اللي ما يتعلق وديه حاجة مش بعيدة عن حق المرأة على فكرة الوقفة حول باب نظام الحكم الوقفة حول المحليات لأن الستات جزء كبير من اللي بيتلقى القدمات هو عموم المواطنين لكن النساء في مقدمة تلقي القدمات لأنه هم اللي بيديروا لحالة المجتمع الداخلية باب لتنظام الحكم بعض المواد اللي تتحلق بالتنمية المحلية والمحليات ما يتعلق بالأحكام العامة والانتقالية هم عملوا بعض التعديلات في تعديل الدستور لأن المفترض نعرف دستور زي ده المفروض هنعديله إزاي؟ عملوا بعض الخطوات الحسيسة لتعديله لكن لازال في كلام عليها ضغم فيما يتعلق بقالية لتيسير تعديله بعد كده لأن من المتوقع أن الدستور زي ده من المفترض أنه هيمر بالعافية هيمر بالعافية وأنا أتوقع أن إقبال الناس على السنديق مش هيكون عالي من الأساس في الاستفتاء وعشان كده إحنا بنقول كجزء من القوى المدنية إحنا محتاجين موافقة على الدستور ده بالنسبة لتقل 70% من اللي راح يصوت مش من اللي ليهم حق التصويت عايزين نسبة كبيرة من الناس تبان وعايزين تصويت على أبواب يعني يبان أن الحقوق والحريات مثلا لم يحظى بقدر من التوافق عالي فيبقى معروف في تاريخنا في التصويت وتاريخنا الدستوري أن في أبواب لم تحظى بتوافق عالي عليها ويبقى معروف كان أن دي مجال للتجادل والنقاش وأنا أتصور أن طالما أزم أزمات معينة مع فئات بعينها لم تحل زي مثلا استمرار أزمة الأضاء مع الدستورة رغم أنه ممكن نتباين في وجهة نظرنا حواليها لكن ده مهددات حقيقية بتغيير التأسيسية يعني الخمس يمدل على قدر ما هما بيبانوا أنهما فترة محدودة قدامنا لكنها فترة طويلة برضو على من لهم مصلحة في أنهم يستمروا في هذه النكسة هل المرأة تحتاج للحماية التشريعية والدستورية مقابل للرجل؟ طبعا النساء بس يا سازة إيمان أي فئة ضعيفة في المجتمع الدستور هو موضوع الأقليات والفئات الضعيفة مش موضوع الأغلبيات والعموم الدستور ده أطر المفترض أنها تكون الأطر العامة التي تضمن للجميع حق المساواة والمشاركة المواطنة قائمة على دعمتين أن نكون مثل بعض وأن تتاح لنا فرص زي بعض بمنطق تكافؤ الفرص اللي ممكن لا يتحلي المساواة هي الفئات الضعيفة اللي ممكن تكون النساء الأقليات الدينية الأقليات العرقية هم دولة اللي عندهم مشكلة في المساواة لأن الأغلبية بتفرض نفسها دايما تمام؟ المشاركة برضو فرص المشاركة بتقلل الفئات الأضعف لأن اللي قادر يقوم ويهم هو اللي قادر يكون واصل لبنية تشريعية وقانونية بتحميه وبالتالي حتى حق المشاركة والوصول لصناعة القرار هو أقرب للقوى الأغلب القوى الأغلب من العقائدية القوى الأغلب في النوع القوى الأغلب في العادة والتقائد يعني في قيم المجتمع القوى الأغلب في العقيدة ويظل برضو نفس الفئات الضعيفة اللي تعاني من ندرة المساواة أو ضعف المساواة هي نفس الفئات الضعيفة اللي تعاني من عدم المشاركة هل في الجامعية برضو بتناقش حقوق الطفلة؟ ما الطفلة دي برضو أولا إحنا مش في الجامعية إحنا من الفئات التي يعني وسطة الجامعية أمامها يعني حركة النسائية المصرية ومنظمات الحقوقية دي من الفئات احنا عملنا لجلسة استماع عشان بس برضو نبقى واضحين قدام الناس اللي بتسمعها. هم بيطلعوا يقولوا إحنا ما خدناش بدائل. إنتوا بتتكلموا وبتطولناش بدين. فيش حاجة اسمها كده. إحنا مقدمين بدائل. المنظمات الحقيقية بتنوع اختلاف أجندتها. يعني اللي مهتم بحرية الرأي والتعبير قدم مواد حول حماية الرأي والتعبير والإعلام. اللي مهتم بالتعذيب قدم مواد حول حماية الكرملة الجسد وتجريم التعذيب. إحنا المصريين يستهلوا في دستورهم مادة حول تجريم التعذيب. وتجريم التمييز. التمييز بشكل عام. واعتبار تمييز جريمة لتسقط بالتقاضل. ويتحطلها آلية للتحقيق واضحة. فأنا عايز أقولك أن إحنا بازلنا جهة وعملنا جلسة استماع مع البتاع. بس جاء اللي هي جلسة المقترحات اللي بيرقصها الدكتور البلتاجي. بس أنا عايز أقول لكم أن جلسات الاستماع دي حوارات. واضح أن هي مش مؤسرة. الوضع دلوقتي شغال في كواليس سياسية. أنا لغاية مبارح بيجي لي على إيميلات مسودات طلعة من التأسيسية. أنا بأراها لأننا مهتمين أو لأننا جمعيات عارفت تخترق الصفوف الأولى. لكن عموم الواطنين ما يعرفش إيه اللي بيحصل. واللي مسؤول عندك لجنة تأسيسية. مش حد تاني. المسؤول على أن ما فيش حوار مجتمعي حقيقي هي اللجنة التأسيسية. والطيار الغالب في اللجنة التأسيسية. المسؤول على أن الناس اللي ممكن تكون في الستوديو دوت وبره في الممرات وفي الشوارع ومش عارفين إيه اللي بيحصل في الدستور. سواء كان عجبهم أو مش عجبهم. ده اللجنة التأسيسية التي لا تحترم فكرة الحوار المجتمعي. والغاية دلوقتي بتصرب مسودات. والغاية دلوقتي حتى مسودة واحدة اتغيرت مرتين منها. التعديل ده إحنا بنتكلم على إلغاء مادة تم التصريح لها إعلاميا. ومسودة طلعت ملغية فيها. لكنها لم يتم تحملها على الموقع الرسمي. لم تظهر تصريحات واضحة من اللجنة التأسيسية تقول ماذا حدث في الدستور لغاية دلوقتي. لأن في إطاحات بكتل كبيرة من الشعب. وأنا منستدعي الحقيقة الناس أنه أنت الدستور ده مش موضوع بعيد عن الأكل والشرب والمسكن والعيشة. الدستور ده ما تخلنا لحماية الحقوق والحواجبات الأساسية. طب المطالب دي كلها اللي قلناها النهاردة. هل قدمتوها للجماعية العامة للدستور؟ طبعا في جلسة الحوار اليتيمة اللي احنا عملناها معهم. احنا رحنا بحياته وصورناها. وعلى فجأة جلسات الحوار دي مسجلة. يعني هم بيسجلوها. المفتر بيسجلوها صوت وصورة. فجلسات الحوار دي ما. وطلعنا بعدها منظمات حول الإنسان ببيان طويلة عريض. نتشكك في الحوار لأن اختلفنا مع دكتور البلتاجي جوه الجلسة. احنا عاملين اللي علينا. وحتى مش كده وبس. عادة كانت منظمات حول الإنسان منظمات مقتنعة بفكرة اللوبي السياسي. انها تدخل تتفاوض. تدخل تتكلم. لكن دلوقتي المنظمات كمانا قادرة على التعبئة والحشد. يعني قادرين بنسبة تستدعي مع القوى المدنية. وقافات وتظاهرات. وإلى آخر. أنا شايف أن ده مكسب لصالح الطير المدني ومنظمات حول الإنسان. لكن أنا شايفة كمان أن ده مؤشرات خطيرة جدا. أن احنا بفجوة الحوار والتواصل مع الطيار الحاكم حاليا بتزداد في التباعد. وأنا شايفة رهانة على مصالح الناس. مصالح الناس هي اللي هتغلو في الآخر. طيب هل شارك معاكم أي منظمات أخرى للمجتمع المدني؟ ولا أنتم شغالين لوحدكم؟ لا لا إزاي. سوري البيان اللي طلعناه للمادة 36 سبعا في المسودة الأزيمة اللي هي بيان 77. ده كان قوى ده بيان قوى سياسية. أنا عايز أقولك أن فيه تشكلات مش منظمة بمعنى أنهما جمعيات أهلية أو منظمات في مبادرة. هي يا مصر مثلا من أهم المبادرات النسائية اللي بشاركت وقادت مثلا حاجة زي البيان ده معانا. صوت المرأة المصرية. يعني فيه تشكلات حتى الثورة أفراز التشكلات جديدة وتكتلات جديدة. كله دلوقتي بيعمل في بوتقة في جهد واحد. والموقف مدستور مستو أن يطلع من قوى مدنية متعددة الأوجة تتبنى. وده اللي احنا شغالين عليه. يعني الدروس ليس بالضرورة أن احنا لازم نمر بأن احنا ناخد الدرس مئة مرة عشان نفهم. قوى المدنية بتستوعب الدرس. وأعتقد أن منظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان هتفضل دايما محل حق في أنها تضغط على فكرة حقوق الإنسان. عموما إحنا كلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام مهم جدا. والمفروض أن احنا في 2012 مش لسه نبقى لسه يعني بنطالب بحقوق المرأة. مفروض يعني موضع ده يكون خلص من زمان جدا. يعني مش عارفة مش عارفة ليه اللي بيحصل في المرأة. وعامتا أنا عايزة رؤية. يعني اللي انتش بتقوليه ده يرد على كل الاتهامات والكلام الكتير اللي طلع بعد الثورة. إن اللي انتو أخدتوه ده مكاسب السيدة سوزان مبارك أبدا. ده ما كانش مكاسب السيدة سوزان مبارك ولا غيرها ولا مكاسب اللي جايين ولا اللي مشيه. ده مكاسب الستات اللي نضلت في الأحوال الشخصية وشافت الأمرين في علاقتها في الأسرة. ده مكاسب الستات اللي طلعت في العمل والتعليم. ده مكاسب الستات اللي عندها أمال وأفاق أنهم يبناء إبات ومديرين ووات. ده حركة نسائية تتصدرها المرأة المصرية في الأساس من الجميع. وده مكاسب نضالات الستة المصرية. هل بتعمله المرأة المصرية؟ عموماً في ظل النظام الجديد إن شاء الله المرأة تاخد حقوقها. يعني نأمن ذلك. إن شاء الله نستمر في نظرافنا. ولو ما خدناش حقوقنا برضو نستمر في النظرافنا. نظام القديم والنظام الجديد يعني. إن شاء الله أستاذا نفينا عباد عضو مؤسسة المرأة الجديدة وعضو التحالف النسوي عن نورتين النهاردة في النهارك سعيد. مرسي يا إيمانا شكورك. مرسي يا صباح الخير. مشاهدينا كده تقلصت فقرتنا. بس لسا مكاملين معك بأك فكرات نهارك سعيد.